من جانبه قدم وزير الخارجية الأوكرانية أندري سيبيها دعوة لمصر للمشاركة في خطة السلام الأوكرانية والمؤتمر الدولي المزمع بهذا الشأن وعلى صعيد القضايا الأقليمية أكد وزير الخارجية الأوكرانية احترامه لسيادة الدول بالمنطقة وتقديره لدور مصر وجهود الوساطة التي تقوم بها للتهدئة بالأقليم حدثنا عن طريق إلى سلام الشامل والعدل والمستدام شددت على أن صغط السلام لا تزال الطريقة الوقعية الوحيدة لإنهاء العدوان الروسي وقدمت دعوة للجانب المصري للمشاركة في تنفيذ بنودها والمشاركة في قمة السلام العالمية الثانية التي يتم ترتيب عليه خاليا